السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحصة الثانية واللقاء الثاني في موهبة المستوى الأول مع الأستاذ زكية الشعلة والمشرفة البرنامج الأستاذ ليلى السلطان والطلاب والطالبات العباقرة أيضا يلا ناخد الآن أحيانا يعطيني رسومات مثل هذا الرسم في الاستدلال نريد نوجد الآن ما هي الإجابة في هذه المسألة يلا يا بنات يلا يا أولاد نشوف شطارتكم الحين يلا يا بنات يلا يا أولاد عطاني سماعة وأذن ونظارة وماذا نعم احسنتم النظارة تلبس على العين والسماعة على الأذن إذن النظارة على العين جميل جميل شفتوا أسئلة موهبة بسيطة يلا عطاني غسالة وملابس وثلاجة إذن الغسالة تغسل الملابس والثلاجة ماذا تعمل تحفظ مين تحفظ الفاكهة الإجابة فقربية يا سلام عليكم يا باقرة متفائل فيكم كل خير من تترشحوا إن شاء الله في موهبة يلا عندنا أيضا جهاز كمبيوتر وجوال أيضا الجهاز الكمبيوتر والجوال إذن ما هي الإجابة كمبيوتر وديسك ماذا نستخدم أيضا نستخدم مين نعم احسنتم إذن تكون الإجابة فقرة مين فقرة ب ليش لأن الجوال والهاتف أيضا ثابت كلهما من نفس الفئة وكذلك أيضا اللابتوب والكمبيوتر المكتبي من الحواسيب إذن تكون الإجابة فقرة مين فقرة ب الإجابة في هذه المسألة أوه اللابتوب يصير ليست سماعة صح يصير اللابتوب صح الإجابة فقرة مين فقرة دال اي نعم الإجابة فقرة دال صح هذه اللابتوب والإجابة اللابتوب وكذلك الكمبيوتر من الأجهزة وكذلك هنا اللابتوب من الأجهزة صح الإجابة تكون فقرة دال لأن اللابتوب والكمبيوتر المكتبي كلهما من الحواسيب والجوال والهاتف أيضا أوه نعم لا 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 انتبهوا الآن انتبهوا الآن أولاد يا بنات شوف فيها خطأ الإجابة تكون فقرة جيم يا أولاد يا بنات الإجابة تكون فقرة جيم ليش فقرة جيم لاحظوا لاحظوا فقرة جيم لأن اللابتوب والجوال من الأجهزة من الحواسيب وكذلك من بعد الكمبيوتر والهاتف أيضا من نفس الفئة إذن الإجابة تكون فقرة مين فقرة جيم واضح يا أولاد انتبهوا انتبهوا ركزوا علشان أثناء اختياركم من الإجابة الإجابة فقرة جيم رائع جميل يلا سؤال إلا بعده حلو حلو زين يلا سؤال إلا بعده عطاني في هذا السؤال السبورة والمعلم السبورة والمعلم يستخدمها إذن جهاز رسم القلب يستخدم ماذا جهاز رسم القلب يستخدم داخل فوين داخل غرفة العمليات صحيح الإجابة تكون فقرة ألف رائعين يا سلام أنتم رائعون أيها الأبطال يلا الروح أيضا في اللفظة أيضا عندنا في اللفظة عطاني شعبان رمضان من بعد شعبان يأتي من بعده إيش شهر رمضان وشوال يأتي من بعده وإيش يصير مين شهر مين أي شهر يجي يا أولاد يا بنات شهر مين شهر ذو القعدة جميل إذن الإجابة فقرة جيم حلو يلا مصباح كهرباء نار ماذا نار وماذا نار وحطب أن المصباح أيضا يضيء بالكهرباء والنار تضيء بماذا تضيء بماذا أو أنها تشتعل بالحطب الإجابة فقرة جيم جميل جميل يلا إنسان وغذاء سيارة وماذا الإنسان يحتاج إلى غذاء والسيارة تحتاج إلى ماذا إلى وقود إذن الإجابة فقرة جيم يا سلام عليكم يا أبطال يا سلام عليكم يلا رياضة ونشاط الرياضة من بعد الرياضة يكون نشاط صح إذن ممارسة الرياضة تؤدي إلى النشاط والإجتهاد يؤدي إلى ماذا يؤدي إلى النجاح حلو حلو جميل يلا الرياض عاصمة السعودية والقاهر عاصمة مين القاهر عاصمة مين عاصمة لا ليست اليمن عاصمة مصر عاصمة مصر يا أولاد يا بنات يلا الآن السؤال اللي بعده ألبوم وصور الألبوم لحفظ الصور والملف لحفظ ماذا لحفظ الأوراق جميل إذن الإجابة تكون فقرة برائع رائع يا سلام عليكم يلا اللي بعدها مستشفى ومريض مستشفى المريض يتم علاجه فوين في المستشفى المريض يعالج في المستشفى والطالب يتعلم فوين يتعلم في المدرسة فإذن تكون الإجابة فقرة مين فقرة برائع ممتاز ممتاز نبات وثاني يكسيد الكربون النبات أيضا يمتص ثاني يكسيد الكربون والإنسان أيضا يتنفس بماذا يتنفس بالأكسيدين الإجابة فقرة برائع عرفنا الآن كيف طريقة التناظر اللفظي الروح أيضا إلى هذه العلاقات سمكة وماء وحياة ورد وعطش وما هي الإجابة الإجابة ذبول يا سلام عليكم أحسنتم ما تسخين بخار الماء إذا تم تسخينه يتبخر والقمح إذا طحن ماذا يكون ماذا يكون يلا ما هي الإجابة ينتج ماذا الدقيق حلو 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 جميل الإجابة فقرة ألف يلا نبات ثاني يكسيد الكربون بناء ضوئي إنسان أكسجين ما هي الإجابة ما هي الإجابة الإجابة الإنسان يحتاج إلى الأكسجين لماذا لكي يتنفس والنبات يحتاج إلى ثاني يكسيد الكربون لعملية البناء الضوئي يلا رقم 34 صرصور وفار وقطة أرنب وثعبان وماذا أرنب وثعبان وماذا القطة تأكل الفار والفار ينقض على الصرصور إذا من ينقض الثعبان ينقض على الأرنب ومن ينقض على الثعبان مين با الصقر نعم صحيح الصقر القطة شوفوا لاحظوا هنا الترتيب نقدر نقول العصفورة بس العصفورة ينقض على الثعبان العصفورة ما تنقض الثعبان صح ولا الضبابة ولا الحمامة من ينقض على الثعبان الذي ينقض على الثعبان هو مين هو الصقر نعم صحيح إذن الإجابة تكون فقر بي لاحظوا لأن الصقر ينقض على الثعبان شو قل الآن العلاقة الصقر ينقض على الثعبان والثعبان ينقض على الأرنب القطة تنقض أو تنقض على الفار والفأر ينقض على الصرصور فإذن الإجابة فقر مين فقر بي يا السلام عليكم يلا سؤال خمسة وثلاثين أي رحيق نحلة عسل ورق توت دودة النحلة تأخذ الرحيق صح وتنتج ماذا النحلة تأخذ الرحيق وتنتج العسل دودة القز تأكل ورق التوت لتنتج ماذا لتنتج الحرير جميل إذن الإجابة تكون فقر جيم أحسنتم يلا سؤال ستة وثلاثين سيارة قطار دراجة سفينة زورق ماذا ما هي الإجابة نعم مر عليكم هذا السؤال تكون الإجابة غواصة حلو يلا أيضا في التناظر في القسم اللفظ يعطيني كلمة واحدة وجيب الكلمات الأخرى نمر ماذا يشبه النمر نلاحظ أن النمر مفترس صح هل الغزال مفترس لا ما هي الإجابة الإجابة فقر جيم ما شاء الله عليكم شاطرين السيارة وسيلة برية ما هي الإجابة يا أولاد يا بنات ما هي الإجابة يا أولاد يا بنات نعم صحيح قطار لأنه من المواصلات البرية رائع يا سلام عليكم يلا أحيانا يعطيني أسئلة غير واقعية ونبغى نجاوب على هذه الأسئلة الغير واقعية إذا كانت النار باردة وكان الصيف حارا فإن النار ماذا تكون ماذا تكون النار تكون سقيع جميل لأن أنا أجاوب على مين أجاوب على السؤال الغير واقعي إذن تكون الإجابة فقر دا شاطرين يا أولاد يا بنات شاطرين إذا كانت الثلج فحما وكانت النافذة تستخدم في التهوية فإن الثلج ماذا يستخدم لاحظوا هنا هذه الاستنتاج أن الثلج فحما إذن الثلج استخدم لماذا لماذا يستخدم إلى التدفئة جميل أحسنتم جميل جميل يا جميل يلا إذا كان الطحين بترولا أوه لاحظوا عطاني هذه العلاقة أن الطحين بترول وكان الماء يستخدم للحياة هذه واقعية إذن الطحين ماذا يستخدم يستخدم وقود جميل شاطرين يا عيان شاطرين يا بنا شاطرين إذا كان طبيب الأسنان ميكانيكيا فكان القبطان يقود السفينة فإن طبيب الأسنان يعمل في وين ماذا يعمل ميكانيكي يعمل في وين يعمل في الورشة نعم صحيح إذن إذا كان ميكانيكيا إذن يعمل في الورشة جميل الإجابة فقر دال يلا إذا كان السمك يطير في الجو هل رأيتم سمكا يطير في الجو لا والقرد يأكل الموز فإن السمك ماذا به ماذا به السمك ماذا نعمل به يحلق نعم يا سلام عليكم شاطرين شاطرين يا أولاد يا بنات إذا كانت الشوارع من المحيطات هذا المستوى الأول هذا المستوى الأول وكانت الطائرات في الجو فإن في الشوارع ماذا تكون تكون السفن نعم الإجابة فقر جين حلو يلا إذا كان الغصن فكرة والحليب من البقرة فإن الأغصان تكون ماذا العقول يا سلام عليكم يا شطار لأن قالين الغصن فكرة إذا تكون الأغصان من العقول يلا السؤال إذا كان الحوت يمشي أوه هل رأيتم حوتا يمشي لا إذا تكون الإجابة قدمان جميل يلا السؤال الأخير إذا كان الخبز ورقا وكانت الأسنان من العظم فإن الخبز يستخدم لماذا للكتابة يا سلام عليكم يا سلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله شاطرين يا أولاد يا بنا يلا نروح نروح أيضا نوع من أنواع القسم اللفظي يجي لي عمله فراغات وكلمات غريبة زرع ياسر بعض الأعشاب الضرورية لماذا لماذا للطهي إذا الزنجبيل والريحان والكركم إذا ياسر استخدم الكركم لماذا لماذا استخدم الكركم لماذا لإعداد طعامه جميل جميل يا جميل يلا اللي بعدها نصح الطبيب محمدا بتناول بعض الخضروات كالخس والخيار والخرشوف أوه كلمة خرشوف لا نعلم ما معنىها بس هو قال لنا أنه تناول ماذا الخضروات إذا الخرشوف من وين الخرشوف يصير من الخضروات جميل جميل يا جميل يلا تطور العلم في مجال الطيران وصنعه الكثير من المركبات كالطائرة والمنطاظ والسفن الفضائية والمكوك والأوت جائر وعليه فإن الأوت جائر تستخدم لماذا شوفوا لاحظوا قال لنا مجال الطيران إذا تستخدم للطيران صحيح إذا تكون الإجابة فقرة مين فقرة ألف أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل عليهم السلام لهداية الناس ومنهم نوح وإبراهيم واليسع وموسى ومحمد اليسع من وين يصير اليسع اليسع من الرسل صح صح من الرسل يسلام عليكم يسلام عليكم يلا نروح إلى ذهب ذهب قالد إلى المستشفى وهو يعاني من حمى شديدة أعطاه الطبيب على إثرها أدوية متنوعة ونصعه بتناول الفلوت بعد طبخه إذن الفلوت لماذا لماذا الفلوت يصير إلى العلاج صح إلى العلاج ليش لأنه تناول الفلوت إذن إجابة فقرة جيم خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة لعبادة ومنهم جبرايل وميكايل ومالك وماروت وعليه فإن ماروت من وين خلق من وين ماروت لعبادة ومنهم ماروت هل خلق من الطين لا من النار لا من النور نعم لأنه من الملائكة إذن تكون الإجابة الإجابة فقرة مين فقرة جيم يلا رقم سبعة آخر مسألة علشان بعدين ننطلق للقسم الكم أو نروح للقسم اللفظي بس القطعة أحضر خالد إلى بيته بعضا من أدوات المطبخ كان منها القدر والملعقة والمرس والسكين وعليه فإن المرس لماذا المرس يلا يا أولاد من أدوات مين من أدوات المطبخ إذن تهي الطعام تكون الإجابة فقرة ألم إذن هذه أنواع القسم اللفظي ومن ضمنهم أيضا يعطيني قطعة قطعة مين اللي بيقرأ معانا القطعة مين مين اللي بيقرأ القطعة مين أستاذ ليلى اختاري واحدة أيضا تقرأ القطعة اختاري واحدة تقرأ القطعة مين اللي بيقرأ القطعة مين أستاذ ليلى اختاري واحدة تقرأ القطعة أستاذ ليلى اختاري واحد منهم يقرأ القطعة يلا مالك الحزين الأرجواني عندما يقف هذا الطائر مالك الحزين بين القصب ويمد رقبته نحيفة تصبح رؤيته صعبة لأنه يشبه القصب يعيش هذا الطائر في المستقعات التي يرمو فيها القصب طعامه مؤلف من الأسماك والضعف فادح والديدان والحشرات والفقران والأفاعي وهو شرطن يأكل أربعة أضعاف وزن من الطعام يبني عشرة بين القصب والتبيض في الأنثى من أربع إلى خمس بيضات تفقص بعد مرور ستة أشهر يوم وتصبح الفراغ قادرة على الطيران وعمرها حوالي شهرين شكرا شكرا لك يا بنين مبدع يا بنين ناخد السؤال الأول الآن يا سلام عليش يا بنين قراءتي الجميلة إذا كان مالك الحزين يأكل الضفاضع والفيران والأفاعي فإنه من الممكن أن يأكل ماذا أيضا؟ يأكل السحالي صحيح صحيح الإجابة فقرا جين من القطعة أقدر أستنتج الإجابات ما معنى شاره ما معنى شاره شاره يعني معنى يأكل كثيرا نعم صحيح إذن تفقص بيضات مالك الحزين ماذا تتفقص بيضات مالك الحزين كل ماذا؟ كل الإجابة تكون فقرا مين؟ بعد مرور أسبوعين تقريبا الإجابة فقرا دال حلو 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 جميل يلا اللي بعدها أيضا قالين مالك الحزين الأرجواني كلمة الأرجواني تدل على ماذا؟ تدل على الحجم تدل على الحجم وليس على اللوم يلا اللي بعده بعدين سؤال تصبح رؤية مالك الحزين صعبة عندما ماده؟ عندما ينام بين القصب ويطوي رقبته النحيفة الإجابة فقرا كده خلصنا القسم اللفظي الروح الآن للقسم مين؟ القسم الكمي القسم الكمي يعني رياضيات القسم الكمي يعني رياضيات يلا الروح إلى الرياضيات يلا الروح إلى الرياضيات تحب الرياضيات يا أولاد يا بنات تحب الرياضيات يلا الرياضيات الروح الارجواني هو لون نعم صحيح الارجواني هو لون جميل جميل أحسنتي يلا إذن الروح إلى أيضا إذن تكون الارجواني هو لون زين جميل جميل الارجواني هو لون نعم أحسنتم الارجواني هو لون إذن الإجابة تكون فقرة نشوف الآن وأولي الإجابة مالك الحزين الأرجواني كلمة الأرجواني تدل على اللون صاح وليس الحجم صاح الإجابة فقرة على اللون وعلى الشكل على اللون وعلى شكله يلا نروح إلى السؤال اللون جميل يلا نروح إلى السؤال عمر حمد عمر أبي الرب واخوه خالد اكبر منه بثلاث سنوات فاذا كان عمر الاب ستة وثلاثين سنة اوجد عمر خالد هنا كيف نوجد عمر خالد اولا قال لنا عمر حمد ربع يعني اروح اقسم على اربعة اقول ستة وثلاثين قسمة اربعة الجواب كم يصير عندي الجواب تسعة صح هذا عمر حمد كم سنة تسعة سنوات قال لنا خالد اكبر من حمد بكم ثلاث سنوات اذا تسعة زائد ثلاثة اذا عمره كم صار عند عمره اثنى عشر سنة الاجابة فقرة مين فقرة بين يلا السؤال الا بعده يلا اذا كان ثماني اشخاص يجلسون على ثلاث طاولات تحسبوا شو في الطاولات فكم شخصا يمكنه الجلوس على ثلاثة عشر طاولة يعني هنا نحسب ثلاثة اولا ثلاثة في الطاولة الاولى نحسب ثلاثة في الطاولة الاولى وبعدين ثلاثة في الطاولة الاخيرة يبقى لنا كم طاولة يبقى لنا من الثلاثة عشر احد عشر طاولة كل طاولة في الاحدعش كم شخص يجلس عليها يجلس عليها اثنين اذا احد عشر ضرب اثنين الجواب كم صار اثنين وعشرين زائد ثلاثة زائد ثلاثة الجواب كم صار عند الجواب يا اولاد يا ابنان الجواب ثمانية وعشرين اذا تكون الاجابة فقرة مين فقرة جي ثمانية وعشرين يلا سؤال الا بعده سؤال اربعة اذا كان سالم اكبر من فارس او لازم هنا استخدم اما الشط او استخدم ايضا العلاقات اذا اقول الاسهم سالم اكبر من فارس لكنه اصغر من سيف اذا سيف رقم واحد وفهد اصغر من الجميع اذا فهد اصغر من الجميع فمن اكبرهم تكون الاجابة من اكبرهم الاجابة هو مين هو سيف صح لانه اكبر الجميع اذا الاجابة فقرة دان حلو حلو جميل يلا سؤال الا بعده عدد المثلثات في الشكل عدد المثلثات عفوا عدد المثلثات في الشكل التالي كم مثلث موجود اروه احسب المثلثات كم عدد المثلثات الصغيرة احسبها احسبها هذا واحد ثنين ثلاثة اربعة وايضا خمسة اذا عدد المثلثة خمسة ستة بعدين سبعة ثمانية نحسب عدد المثلثات بيطلع علينا كم مثلث اربعة عشر مثلث اللي جابة فقرة ب اربعة عشر مثلث يلا السؤال الا بعده سؤال الاخير علشان الروح الى العلوم يلا السؤال الاخير والروح الى العلوم كم عدد الاعداد الصحيحة التي تحتوي على الرقم اثنين او ثلاثة او الرقمين من ما بين واحد واربعين يلا يبغى اثنين وثلاثة اذا اثنين وبعدين ثلاثة بعدين اثنعش بعدين ثلاثة عش بعدين من 20 الى 29 عشر ارقام وبعدين من 30 الى 39 عشر ارقام وعندنا هنا اربعة ارقام اذا اربعة وعشرة وعشرة الجواب كم صار عندي اربعة وعشرين الاجابة فقرة يلا السؤال اللي بعده الاخير يمر قطار بأربع محطات كل عشرين دقيقة لا تشغلوا الكاميرا يا أولاد يا بنات لا تشغلوا الكاميرا يا أولاد يا بنات سكروا الكاميرا يا أولاد يا بنات لا تشغلوها يلا السؤال اللي بعده قال لنا في هذا السؤال يمر قطار بأربع محطات كل عشرين دقيقة فإن عدد المحطات التي يمر بها خلال ساعتين يعني ساعتين يعني 120 دقيقة نقسم على 20 إذن 120 دقيقة لأن الساعة 60 دقيقة إذن كم عددهم يصير كم عددهم في الساعة الواحدة إذن ثلاثة في الساعة نشوف الآن نقول قال لنا يمر قطار بأربع محطات يعني عندي أربع محطات أربع محطات في الساعة الواحدة ثلاثة ضرب أربعة لجواب 12 في ساعتين إذن يصير عندي 32 محطة في ساعتين وكم قال وثلثي الساعة يعني معناها أيضا عندنا زيادة يصير الإجابة فقراء 32 قطارين الإجابة تكون فقراء يلا الروح إلى الآن النمط اللي بعده هذا حين كله تمي الروح إلى أسئلة المرونة العقلية المرونة العقلية يعطيني أشكال وأنا أبغى أوجد ما هو الشكل المختلف يلا علاقة نعم يا فارس أي سؤال لأنه وقت ما فيه أي سؤال أي ما خلب لا اليوم ما فيه مشاركة بس سريع كده بس أعلمكم سريع أعلمكم سريع يلا السؤال اللي بعده هناك علاقة منطقية بين الأشكال التالية 64 يعني هنا مربع وهنا أيضا تسعة مربع 125 برسل ليكم برسل ليكم الحل 125 و116 إذن هناك علاقة منطقية باستثناء شكل واحد هنا تسعة يعني ثلاثة ضرب ثلاثة هنا ستة كم الجواب يصير عندي ما هي العلاقة المنطقية الشكل الأول أربعة تكعيب والشكل الثاني المفروض ثلاثة تكعيب بس غير موجودة يعني مكررة ثلاثة مرات ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ما يطلع تسعة إذن تكون الإجابة فقرة بالسؤال الثاني ما هي العلاقة التالية العلاقة اللي بعدها هناك علاقة منطقية بين الأشكال الأدنى باستثناء شكل واحد ما هو هذا الشكل الإجابة فقرة مين ما هو الشكل المختلف الإجابة فقرة جيم أحسنتم الإجابة فقرة جيم جميل يلا اللي بعدها هناك علاقة منطقية بين الأشكال باستثناء شكل واحد ما هو الشكل الإجابة فقرة مين الإجابة فقرة با جميل الإجابة فقرة با يلا السؤال الأخير السؤال الأخير إذا تم وضع الشكل التالي على هذا الشكل أي الأشكال يكون مناسب إذا وضعنا هذا الشكل على هذا الشكل يكون تكون الإجابة مين إذا وضعنا تكون الإجابة فقرة مين فقرة إذا وضعنا هذا الشكل على الشكل العاتي جميل جميل يلا ناخد الحين ناخد أيضا بعض المسائل في العلوم علشان القسم الأخير يلا هذا العلوم عطاني العلوم يقول في عطلة نهاية الأسبوع قام فهد وعائلتي بنزهي إلى البر بالقرب من مدينة الطايف لاحظة فهد وجود جبال مرتفع باتجاه الشرق وسهول مستوية ناحية الغرب أي من الأسباب التي تكون سببا في تكون ذلك ما هو السبب هذا علوم علوم علشان تعرفوا ما هو السبب يا أولاد يا بنا ما هو السبب الإجابة تكون فقرة مين فقردان السبب هو تغير مين تغير الظروف المناخية جميل جميل يلا السؤال إلا بعده يلا أراد أحمد دفع صندوق في خط مستقيم فما هي أفضل طريقة أفضل طريقة أن تكون متوازي صح بالتوازي تكون عمودية عليه مين أفضل طريقة مين أفضل طريقة هنا نلاحظة أن الإجابة أيها أحسنتم من الوسط تكون الإجابة فقرة مين فقرة ب طيب الآن السؤال إلا بعده قال لنا في السؤال أي مرحلة للقمر ستكون التالية حسب الترتيب التالي عطاني قمر يدخل في مرحلة مراحل متعددة إذن تكون الإجابة فقرة مين فقرة ألف لأنه يكتمل صح إذن هذا العلوم وأخذنا لغتي وأخذنا كمي وأخذنا طبعا تحتاج إلى مراجعة وتدريبات وإن شاء الله سوف أرسل هذه هذه الملف إلى التليجرام على شاء تقدروا تنزلوا التليجرام يعطيكم العافية والصحة والسلامة مع السلامة أولادنا وبناتنا بارك الله فيكم نتمنى لكم التوفيق ونلتقي معكم الأسبوع القادم يوم السبت أيضا إلى اللقاء مع السلامة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر